أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق معاودة العمل في الموانئ التجارية كافة بشكل طبيعي وذلك بعد توقفها مؤخرا إثر الاعتصام أمام ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار الصافي أن المحتجين الذين كانوا يغلقون البوابات الخارجية للميناءين المذكورين غادروا مواقعهم وأشار إلى بدء توافد بواخر محملة بمختلف أنواع البضائع المستوردة على الموانئ بعد أن كانت تلك البواخر متوقفة في منطقة الانتظار كما أن أعمال شحن وتفريغ الحمولات تجريب سيابية